بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين من شيم الأنبياء خاصة أولي العزم الصبر وقوة التحمل وهاه نوح يفعل هذا بكل حب وصبر على ما يفعله هؤلاء العصاة وسيظل هكذا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يا ويلي يا ويلي الحمد لله الحمد لله لقد عاد الأولاد لقد عاد الأولاد الحمد لله شكرا لك يا رب اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد لقد أرسل الأمير في طلبك غدا يا مهدي في طلبي أنا؟ نعم يا ولدي إنه يريدك في أي أمر يريدني يا والدي؟ لا أعرف فيما يفكر هذا الرجل أعلم فيما يفكر هذا الرجل الضال ماذا تقول يا ولدي؟ إن هذا الرجل عدو لدين الله ولنبي الله نوح وما معنى هذا يا مهدي؟ هذا معنى أنه يريد أن يتعاون معه الجميع للقضاء على نوح وماذا أنت فاعل يا ولدي؟ اللهم دبر أمورنا سمعا وطاعة يا مولاي الأمير أنت ولد مهذب يا مهدي وأنا أثق بك وهذه الثقة كثيرا ما تسعدني يا مولاي أنت تعرف ما تمر به القرية من فتنة أي فتنة تقصد يا مولاي؟ نوحا يا مهدي نوح؟ نريدك أن تساعدنا أساعدكم في ماذا؟ في القضاء على نوح القضاء عليه؟ كيف؟ سنقوم بحرق كل أخشاب القرية ولماذا؟ حتى لا يقوم نوح ببناء السفينة وكيف يمكن لنا أن نفعل هذا؟ سنرى ما سنفعله يا مهدي سنرى اذهب الآن إلى أين أنت ذاهب يا حام؟ ذاهب إلى أبي يا أمي ماذا؟ بعد أن حاولوا خطف أبنائكم يا حام؟ نحن فداء لدين الله يا أمي أي فداء هذا الذي تتحدث عنه أنت وإخوتك؟ يا أمي لماذا لا تجربين مناقشة نوح في دينه؟ لا حديث لي مع هذا الزوج المجنون حتى يعود إلى دين الآباء ولكن الأصنام لا تمنع قدرا ولا تمنع ضررا ولا تفيد بشرا ولكنه دين الآباء يا حام ولكننا مع أبينا يا أمي لن نتركه حتى يتم الله نوره أي إله تقصد يا حام؟ الله الواحد الأحد سينصرنا على أعداء نوح يقف نوح يابن السفينة وابنه يافث يحمل معه الأخشاب اللهم احفظ نبيك يا رب العالمين يا من بعثته بالحق كان نوح على يقين أن ربه سوف ينصره على هؤلاء مهما طال الزمن هيا هيا كي نتخلص من جميع الأشجار بسرعة نعم لقد استطاع نوح أن يبني جزءا كبيرا من سفينته ولابد من إيقافه ماذا لو انتصر نوح علينا ونشر دينه الجديد سيلحق بنا العار من كل اتجاه أنا ظلوم يا قاسرة ماذا تريد في هذا الوقت المتأخر أريد أن أعرف ما الذي تخططين له كي نقضي على نوح هذا الكلام سأقوله لكبار القوم وأنا ألست في عينيك كبيرا؟ ما أنت إلا خادم فهيا انصرف هيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شائك هو من فعل هذا شائك هو من فعل كل هذا نعم هو من قام بتهريب الأطفال من قصر السامق بعد أن اختطفهم من السوق أعطى المفاتيح للسامق ولكنه لم يغلق الباب على الأطفال رفضت أن تتحدث معك؟ بل وتردتني من بيتها هل تحدثت معها في زوادكما؟ لم أتحدث معها في أي شيء لم تعطني أي فرصة للكلام كان عليك أن تختبر مشاعرها تجاهك لن أختبر أي شيء سأسعى لأكون ثرياً حتى تأتي خاضعة ذليلة تحت أقدامي هنا نوح النبي الصابر المحتسب يدعو قومه ليلاً ونهاراً لكنهم معرضون عن الاستجابة لأمر الله فيا لهم من عصاح لا يدركون أن بينهم نبياً من أنبياء الله ظل نوح يدعو الناس لتوحيد الله وترك عبادة الأصنام واستمر هذا الأذى لنوح عليه السلام وأتباعه طوال فترة دعوته للرجوع عن عبادة الأصنام والدعوة إلى الدخول في دين الحق سيظل هذا الصراع الأبدي بين الحق والباطل فنوح صبر وتحمل وهو من أولي العزم من الرسل وقومه ما زالوا على ضلالهم يعبدون الأوثان ولا ترق قلوبهم العاصية لحديث نوح وأين هو الآن؟ السامق يحتجزه للتحقيق ولكنه لن يصل إلى شيء مع شائك أرجو أن يخرج من هذه الأزمة شائك تاب وأناب لقد ظلمناه أنا وطاغورة التي تركت البلاد بعدما فعل شائك ذلك علينا أن نرجعها في أسرع وقت كلنا جنود الله مع أبي نوح الحرب قد بدأت ولكن من الذي شاركه في تهريب الأطفال؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين لا تندهش إذا رأيت أهل الباطل يدبرون كل ما هو سيء ليخرجوا بنجاحات لهم وهزائم لغيرهم إن ما يواجهه نوح وأهله هو أمر متوقع من هؤلاء الحاقدين على نوح وأباعه هذا ما حدث يا تاغورة وأنا من اقتحمت قصر السامق مع شائك وأخرجنا الأطفال كم أنا سعيدة يا أجينة زوجي بريء نعم بريء من تهمة خطف الأطفال فقد حافظ عليهم فلماذا فعل ذلك إذن؟ خاف أن يخطفهم غيره فيؤذيهم الآن فهمت ولهذا قام بالمهمة بنفسه وأنا شاركته هذا الأمر ومتى عدت إلى القرية يا أجينة؟ هذه حكاية طويلة يا تاغورة وعلينا الآن أن نستعد نستعد؟ لأي شيء نستعد؟ نستعد للوقوف مع نبي الله نوح نبي الله نوح؟ هل دخلت في دين نوح يا أجينة؟ من أول لحظة حدثني فيها شائك عن نبي الله كم أنا سعيدة بهذا الخبر العظيم الهدى هدى الله لقد زاد أمر نوح عن حده يا والها فماذا نحن فاعلون؟ سنفعل أي شيء لإقاف نوح وأدباعه؟ لم أكن أتصور أن هذا الدين سوف يدخل بيتي بيتي أنا يا والها يا قويسة نحن في خطر عظيم وعلى الجميع التكاتف من أجل دين الأباء أنا لا أتردد في هذا ومستعدة لعمل أي شيء مهما كان للوقوف أمام نوح ودعوته لدينا الكثير لنفعله وما هو يا والها؟ ما هو؟ أعلم أنك تحسنين التفكير انتظري يا قويسة سنقوم بعمل كبير دين آبائه أغلى علي من نفسه بل ومن ولدي وزوجه إذن فانتظري سأنتظر سأنتظر يا والها ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة حيم أعلمت أنهم سيقومون بحرق كل أشجار القرية؟ علمت بهذا يفعلون هذا حتى لا يتوفر لدينا أخشاب كافية لبناء السفينة وماذا نحن فاعلون إذا حدث هذا؟ لا أعلم ولكنها كارثة بكل المقاييس نعم علينا أن نأخذ من هذه الأخشاب التي جمعناها لبناء السفينة فعلنا هذا وكادت أن تنفد وما هو الحل إذن؟ لا أعلم المخرج عند رب العالمين هل من الممكن أن تظهر الأميرة هوزاء؟ لأراها ما بال حبها يخترق قلبي ولكن كيف يمكن أن أصل إليها؟ فهي ابنة الأمير وأنا والدي عدو للأمير وعلى دين غير دينه لماذا عدت يا أوجينة؟ ولماذا عدت أنت يا قاصرة؟ عدت لأنقذ دين الآباء مما يفعله نوح ورفاقه وأنا عدت لأنصر نوحا وأتباعه وأنصر دين الله دين الله؟ ماذا تقولين يا أوجينة؟ نعم يا قاصرة أنت تعلمين جيدا أن الأصنام لا تنفع ولا تضر أفهم من هذا أن صداقتي ليس لها عليك أي حق؟ أي حق هذا؟ وأنتم تحاربون رجلا أن يقول ربي الله أي حرب تقصدين؟ إنني أنقذ دين الآباء أي دين هذا يا قاصرة؟ إنكم على ضلال ماذا تقولين يا أوجينة؟ إنها الحقيقة التي لا ترونها فقد عميت عيونكم عن الحق سننتصر عليكم فأنتم ضعفاء هذا ما تعتقدينه أنت ومن معك سنقوم بحرق القرية كلها ليس غريبا أن تقوموا بهذا فأنتم مجرمون نحن ندافع عن دين آبائنا ندافع عن ديننا أنتم تدافعون عن مصالحكم فقط سننتصر عليكم سننتصر عليكم يا أوجينة أنتم ضعفاء ضعفاء كنت أن أموت بعد أن خطفوا الأولاد يا طاغورة بل كنت أنا أن أموت يا صلب لابد أن نستعد لهم جيدا لابد هم يملكون كل شيء يا طاغورة كل شيء الله معنا زوجي سام دائم التفكير في حال أبيه وأمه لم أرى من قبل في حياتي زوجة تفعل هذا بزوجها ولها لا تفكر إلا في نفسها فقط وأين ذهب حبها لزوجها؟ إنها لا تحب نوحا وتحارب دعوتها سبحان الله لقد من الله عليها بأن يكون زوجها نبيا لتدخل معه الجنة ولكنها تأبى الهدى نعم يهدي الله من يشاء يا طاغورة أيها الأصدقاء سنبدأ في التحرك مولاي السامق ماذا سنفعل؟ أريد أن أعرف مهمتي بالضبط غدا سنجتمع كلنا في قصر السراجي لنبدأ في وضع الخطة سنحرق كل أسجار القرية لقد جهزنا كل شيء يا مولاي ولكن لي سؤال مهم ما هو؟ وأين سنكون نحن أثناء الحريق؟ سؤال عبقري سنكون في مكان آخر لمدة يومين ومن سيكون معكم؟ كل من شارك معنا في حرق أشجار القرية وهل سأكون أنا إلى جوارك يا مولاي؟ طبعا طبعا يا ظلوم أنت وعسير ستكونان معنا اطمئن اطمئن وماذا عن الآخرين الذين سيكونون مع نوح؟ أنا لا يهمني أن أحافظ عليهم نساومهم على أرواحهم سنعرض عليهم الذهاب معنا أنا من سيقوم بالحرق أولا لما في قلبي من غل وحقت كلنا سيحرق القرية في لحظة واحدة سمعا وطاعة يا مولاي مهدي نعم يا أمي أخاف عليك يا ولدي من أي شيء يا أمي؟ الأمير يريد منك أن تساعدنا في حرق أشجار المدينة لن أفعل هذا أبدا وهو لن يتركك أبدا حتى تفعل هذا يا مهدي لن أفعل يا أمي وعليك أن تدخلي في دين الله عليك أنت أن تخرج من هذا الدين لابد أن تخرج منه يا ولدي أخرج أخرج من النور لأعود إلى الظلمات أخرج من الباطل وعد إلى الحق الباطل؟ الباطل هو ما أنتم عليه من الشرك بالله لن أتحدث معك أكثر من هذا ولكن نهايتكم قادمة ربما نهاية أعداء الله هي القادمة نعم يا مهدي نهايتكم قادمة سيتم حرق المدينة خلال ساعات يا ولدي لن يأتوا لنا بقدر جديد كل هذا مكتوب يا أمي آه يا ويلتي مصيبتي جاءت في ولدي الوحيد آه ولدي الوحيد ضاع بسببك يا نوح سأنتقم منك يا نوح سأنتقم منك المعركة بين الحق والباطل مستمرة طوال الوقت لكن نوح يدعو قومه ليلاً ونهاراً لا يكل ولا يمل أبداً من دعوته قاصداً بذلك وجه الله الواحد الأحد لكن البلاء كان من داخل بيته أكثر من خارجه بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً وهكذا حمي الوطيس وازدادت المعركة بين الحق والباطل وبدأ نوح في مواجهة هؤلاء الذين يرفضون الحق وأهله ولكن الله ناصره لأنه من أولي العزم من الرسل عليكم أن تنصحوا أزواجكم بالبعد عن نوح يا صلب نحن مع أزواجنا حتى آخر لحظة في عمرنا ماذا تريدين يا والهة بعد أن اتهمت زوجك بالجنون هو بالفعل رجل مجنون ترك دين الأباء أرسله رب العالمين بالحق وأرشدنا إلي لن تعود يا صلب لا تنصحي من أغلق الله قلبها لن أعود بل أنتم من ستركعون أمامنا تنتظرون العفو لن يحدث هذا أبداً وإن غداً لناظره قريب المشكلة الكبرى هي أن أعداءنا يملكون القوة والسلطان أرى أن مهدي وشائك سيكون لهم دور كبير في هذه الأزمة كيف؟ لديهم من الخبرات الكثير الذي يقدمون وهل سيتركهم الأشرار يفعلون ذلك؟ بالطبع لا لماذا؟ مهدي وشائك يتعرضان لضغوط من قبل الصراجي والسامق هذا ما كنت أخشى ماذا لو ضغطوا علينا أكثر؟ سيدبر الله الأمر فتوكل على الحي الذي لا يموت يوحى أنت أقرب إنسانة لابنة هوزاء نعم يا مولاي حق ما تقول هل في قلب هوزاء حب لأحد يا يوحى مولاي القلوب غيب فماذا لو تقدم أمير للزواج بها؟ هل ستوافق؟ لا أعرف يا مولاي إذن قولي لها أن أباك يريدك سمعا وطاعة يا مولاي مولاتي مولاي الصراجي يريدك ماذا يريد أبي يا يوحى؟ مولاتي سأصارحك أفصحي ما الأمر؟ تقدم أمير للزواج بك لقد فاتحني أبي في هذا الأمر من قبل أتعرفين من هذا الأمير؟ لا أعرف ولكن هذا ما قاله مولاي حسنا إني ذاهبة إليه الأمير السامق يريدك للزواج يا هوزاء لن أتزوج هذا السامق يا أبي لن أتزوجه وما هو السبب؟ إني أكرهه ولكنه أمير ذو مال وجاه وسلطان ونحن لسنا بحاجة للمال أو السلطان وماذا تريدين إذن؟ يا والدي هل أنت من تجبر ابنتك على الزواج برجل لا تريده؟ لا لست أنا ولكن أبي قلت لك لا أريده لا أريده إذن فمن تريدين؟ أريدك ألا تفاتحني في هذا الأمر نعم ولكن أعلمك أنك لن تتزوجي إلا أمير يا قطار لماذا لا تشريكنا الحرب على نوح؟ لقد قلت إني رجل عجوز فكيف أحارب إذن؟ لابد أن نقف جميعا ضد هذا الرجل قف كما شئت يا عسير أما أنا فسأكتفي بالمشاهدة لابد أن نتكاتف جميعا يا قطار إني لا أقوى على الحرب يا عسير سنقوم بعمل سيذكره التاريخ يا قطار إني لا أثق في ما تقول ماذا تقول؟ هل نحن على الباطل؟ هل تريد مني شيئا يا ولدي؟ لا يا قطار ربما أموت قبل أن تحرق المدينة لا تموت قبل هذا اليوم فإنه يوم النهاية لا أملك روحي فربما فاضت الآن بل ستعيش ستعيش لترى ما سنفعل أعتذر لك يا شائك على سوء ظني فيك لك العذر يا مهدي ولكن خوفي أن يخطف الأطفال غيري جعلني أقوم بهذه المهمة أنت إنسان نبيل إن الحرب قد اشتعلت يا مهدي على نبي الله نوح السراجي يريد مني أن أتعاون معهم لحرق كل أخشاب المدينة وماذا أنت فاعل؟ ليس لدينا أي حل غير الخروج من القرية والبحث عن الأخشاب في مكان آخر وإين سنجد أخشابا؟ أعرف أكثر من مكان به أشجار يا طاغورة هل سنسافر لكي نأتي بالأخشاب؟ نعم، لابد أن نسافر لمكان آخر وهل عرضت هذا على مهدي وشائك؟ لقد فعلت أشعر بقلق كبير خلال ساعات سيقومون بحرق كل أخشاب المدينة أخشى على هوزاء إنها هناك في القصر لا تقلق سيخرجون من القرية ليلة الحريق ويتركوها للفقراء سأكون بين نارين نار حرق المدينة ونار فراق هوزاء مهدي ربما نخطفها منهم نخطفها؟ وكيف يمكن أن يحدث ذلك؟ دع عنك هذه الأمور دع لي هذا الأمر دعني أحمل عنك هذا لا عليك ماذا لو أتم الله نعمته علينا ببناء السفينة؟ سيحدث إن شاء الله آه وماذا لو أقلعت السفينة من هذه القرية؟ كلنا يحلم بهذا اليوم فصبر جميل يا لك من أميرة لا ينقصك سوى قصر كهذا ويا له من قصر يحتاج إلى ملكة مثلي أيها الأمير إذن أخبريني ماذا لديك من خطط للقضاء على نوح؟ كل ما أستطيع فعله سأفعله من أجل القضاء عليه عظيم عظيم هذا عظيم أريد أن أتخلص منه سنتخلص منه للأبد أيها الأمير لابد أن نحافظ على ملكنا وعلى دين الأباء فكر في مصالحنا ماذا تقصدين يا قصرة؟ مولاي هل لك أن تتزوج من قاصرة الجميلة؟ ليس لدي أن يمانع إذا كنت سبباً في القضاء على نوح الأمر يسير يا مولاي فانتظر لا أطيق الانتظار لا أطيق أريد الخلاص من نوح وسفينته ظل نوح يدعو الناس لتوحيد الله وترك عبادة الأصنام واستمر هذا الأذى لنوح عليه السلام وأتباعه طوال فترة دعوته للرجوع عن عبادة الأصنام والدعوة إلى الدخول في دين الحق نوح النبي الصابر المحتسب يدعو قومه ليلاً ونهاراً لكنهم معرضون عن الاستجابة لأمر الله فيا لهم من عصاه لا يدركون أن بينهم نبياً من أنبياء الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وعلى جميع أنبياء الله ورسله آمين من شيم الأنبياء خاصة أولي العزم الصبر وقوة التحمل وها هو نوح يفعل هذا بكل حب وصبر على ما يفعله هؤلاء العصاة وسيظل هكذا حتى يقضي الله أمراً كان مفعولاً في هذه الليلة يا ظلوم سنجتمع كلنا لنحرق القرية بكل أشجارها ونحن مستعدون لهذا يا مولاي الأمير بعد هذا سأتمم عرسي وأتزوج هوزاء ابنة السرجي سيكون فرحنا كبيراً يا مولاي الأمير ليس هناك من فرح أكبر من الحفاظ على آلهتنا نعم يا مولاي الأمير سنحافظ على مجد الآباء بكل قوة وهل تجهز الجميع لهذا الحدث العظيم الكل على قلب رجل واحد أيها الأمير وإذا على بركة الآلهة انطلق يا ظلوم هيا تجهزي يا هوزاء لأي شيء يا والدي سوف نخرج اليوم من القرية نخرج من قريتنا؟ الليلة سيتم حرق كل أشجار القرية لماذا يا أبي؟ حتى نتخلص من سفينة نوح حتى نحافظ على ملكنا الملك لله الواحد الأحد ماذا؟ ماذا تقولين يا هوزاء؟ أنا على دين نوح وهو الحق يا أبي عليك أن تعود حالاً عن هذا الذي نطق به لسانك عياتها المجنونة ديننا هو الحق المبين ودينكم هو الباطل ديننا الباطل ودين نوح هو الحق؟ أجل لماذا تحاربون رجلاً أن يقول ربي الله؟ حتى نظل نحن السادة وهم العبيد لن أذهب معك لن أذهب ستذهبين معي شئتي أم أبيتي يا هوزاء؟ ستذهبين دعني اتركني لن أتركك أتفهمين؟ لن أتركك أبداً أبداً هذا ما حدث يا مهدي فماذا أنت فاعل؟ وأين هوزاء الآن؟ أين هي؟ لا أعلم ذهبوا جميعاً وتركوني تركك تموتين مع الفقراء هذا السراجي الآثم تركني مولاي وحدي هل لديك أي حل قبل فوات الأوان؟ أي حل؟ وأنا لا أعرف مكانها ولا أي شيء عنها طلبت مني أن أبلغك ألا تضحي بنفسك من أجلها وكيف أتركها لأبيها الضال؟ كيف؟ ولكن القرية كلها الليلة ستحترق عليك أن تدبر أمرك مع أدباع نوح نعم سأدبر أمري سيحركون القرية الليلة لا بد أن نحمي السفينة بأرواحنا أخشى على الأطفال والنساء من الهلاك لا بد أن نخرجهم حتى تخمد النار علينا إذن أن نبدأ من الآن هيا يا حام لقد جهزنا كل شيء من أجل هذه المهمة هيا يا عسير كاد النهار أن يرحل وتغيب الشمس لا تقلق فقد جهست رجالي نريد أن نقضي على نوح واتباعه سوف نفعل بل سنفعل أكثر مما تتخيل ها 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 أريد أن أعود إلى قريتنا بعد أن أحرق كل إخشاب القرية نوح لن ينتهي من بناء سفينته نوح سوف ينتصر في النهاية يا أبي سوف ينتصر الليلة هي نهاية نوح وأتباعه لابد من حماية الناس من أي ضرر نعم لا تقلق يا مهدي سوف نفعل كل شيء لنحمي أرواحهم لقد خبأت أمي وأبي في مكان آمن جزاك الله عنهما خيرا لابد لنا من حل بعد أن فقدنا كل أخشاب المدينة لا أعرف ما هو الحل يا مهدي لا أعرف هوزاء هوزاء عروس المستقبل وزوجتي لن يحدث هذا أبداً مهما فعلت لا تقولي هذا يا هوزاء فهذا هو الأمير السامق وأنا لا أريد أمراء أنا أريد ديني فقط واه هل نحن على غير دينك؟ انتظر قليلاً يا سامق أنتم في ضلال وباطل ما أنتم فيه لا تقولي مثل هذه الكلمات يا هوزاء نوح النبي الله وأنا على دينه ماذا تقولين يا هوزاء؟ هل جننتي؟ بل عرفت الحق فاتبعته الحق هو ديننا آلهتنا أليس كذلك؟ دين نوح التوحيد وإفراد الله بالعبادة لن يتحقق لك ما تريدين فقد احترقت كل أشجار المدينة نوح سينتصر في النهاية سينتصر هل جننت يا هوزاء؟ لست مجنونة أيها الضال يا سرجي متى سنعود للقرية؟ خلال ساعات من الآن شكرا شكرا انجل انجل عارقوا هيا هيا عارقوا هاه هاه أسعيل النيران أحرقوا أيها الرجال أحرقوا كل أخضر ويامس هيا يا رجال هيا أسعيل النار في كل الأشجار هيا هيا لقد غطت النيران سماء المدينة لقد أدينا مهمتنا بكل نجاح ستنال مكافأة كبيرة لعسير لقد أحرقوا كل الأشجار يا حام علينا إذن أن نبحث عن مصدر آخر ليس لدينا أي مصدر آخر لابد أن نبحث ونفكر لا أدري لا أدري ما الذي يدور في عقول هؤلاء الأشرار أهل الباطل مستعدون لحرق كل شيء بكل هذه السهولة وأكثر مما تتخيل يا مهدي ليس لدينا أي خيار آخر سوى البحث عن الخشب وما الحل؟ لا أعرف لقد أحرقنا كل ما يمكن أن نحرقه من أشجار من أين إذن؟ سيأتي نوح بالأخشاب لسفينته دبر أمورك فإن عرسك بعد أيام نعم نعم سيكون عرسا رائعا أيها الأمير الزواج ينسي البنات أشياء كثيرة في حياتهم لا تقلق فالسامق لديه القدرة على ذلك لا تقلق لا تقلق ها 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 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا دعا نوح قومه سرا كما دعاهم علىنا وأمرهم باستغفال الله تعالى وذكرهم بعاقبة التائبين المستغفرين ووعدهم بالرزق الوفير وبالأموال والبنين إنهم اتبعوا دعوته فما زادهم كلامه إلا استخفافا واستكبارا يا يوح أين مهدي وأين أتباع نوح هم بخير ولكن القرية احترقت أعرف ولكن أين مهدي لا أعلم عنه شيئا حتى الآن كيف هذا بعد الحريق الظلام حل على القرية ابحث عنه يا يوح وأبلغيه أني بخير سمعا وطاعة يا مولاتي نعم سمعت مولاي السراجي يقول هذا الصامق سوف يتزوج من هوزاء بعد أيام كيف؟ هذا ما سمعته بنفسي يا مهدي لابد أن يكون هناك حل سريع لقد أرسلتني مولاتي لأطمئن عليك وأعلم إن كنت في أمان أي أمان؟ أي أمان سوف أكون فيه إذا تزوجت هوزاء من الصامق؟ بإذنك يا مهدي إلى متى يظل أهل المال هم من يتحكمون في هذه الحياة؟ إلى متى؟ متى ننتصر يا نوح؟ يا نبي الله متى ننتصر يا نبي الله؟ متى ننتصر؟ أيتها الآلهة انقذي بلادنا من هؤلاء العصاة أغيثينا أيتها الآلهة لقد حرقنا من أجلكم كل أخشاب القرية ونحن على أتم استعداد لحرق كل شيء للقضاء على دعوة نوح يا قصرة أنا لا أدخر أي جهد في إشاعة أن نوحا رجلا مجنونا أعرف كم أنت مخلصة يا والها ولكن أولادي يتبعون دين أبيهم ولكنك نعان معنا إنه هائم في حب هوزاء الأميرة يريد الزواج بها؟ ولن يحدث هذا طبعا يا قصرة هذا مستحيل لماذا يا والها؟ كيف؟ أنا أخطت للزواج بالأمير السراجي ماذا تقولين يا قصرة؟ بعد القضاء على نوح ودعوته سأتزوج الأمير لك من شريرة في هذا الوقت سأسهل لكنعان الزواج بهوزاء على أن يتعاون معنا أطمئني كنعان عدو لنوح ولدعوته إذن فلنجتمع على ذلك الهدف العظيم لا أستطيع أن أتحمل أن يتوقف نبي الله نوح عن بناء السفينة ولأي سبب لن يتوقف يا مهدي لن يتوقف هل لديك من حلول يا شائك؟ سنسافر جميعا إلى أقرب مكان نحمل منه الخشب وأين هذه الأماكن؟ أعرف أماكن فيها أشجار يا مهدي إذن فلنذهب إليها هوزاء اتبعت دعوة نوح كنا نلهو معا في حديقة قصر السراجي ونحن صغار سوف تتزوج من الصامق خلال أيام لن يحدث ماذا تقول يا شائك؟ هوزاء ستأتي معنا لنجلب الأخشاب يا مهدي سنقوم بخطف هوزاء من القصر قبل زواجها وهل أعددتم خطة لهذا؟ نعم سنذهب كلنا لنأتي بالأخشاب وسوف يكتمل بناء السفينة انتظر مني توقيت خطف هوزاء نوح لن يستطيع أن يبني السفينة يا مولاي سنرى ذلك في الفترة القادمة ماذا لو استبدلت السامق بك نعان كزوج لهوزاء؟ ماذا تقولين يا قصر؟ ابنة الأمير تتزوج من ابن نوح الفقير؟ في هذا ضربة قوية لنوح وأتباعه حيث أن ولده لم يتبع فنال أجمل جائزة وما هي يا قصر؟ هوزاء ابنة الأمير العظيم ولكني أعطيت السامق كلمتي السامق؟ السامق لا يريد سوى مصلحته يا مولاي لا أتخيل ذلك أبدا هوزاء تتزوج هذا الفقير؟ لا لا مستحيل فكر في الأمر ربما كان أفضل الحلول هذا ما قاله لمهدي يسافرون لقطع أخشاب من أماكن أخرى؟ نعم على أن ظل نحن هنا نحمي السفينة وماذا لو فشلوا في ذلك؟ أجينة تقول أنها تعرف أماكن كثيرة بها أخشاب وماذا عن زواج كنعان؟ القرية تتحدث عن ذلك لا أظن أنه سوف يحدث وماذا لو حدث؟ هو أمر لا يهمنا فيه سوى عوزاء لا أظن أن أباها سيوافق على هذا أبدا أريدكم أن تساعدوني في الخروج من هنا يا أجينة سنحاول بكل قوة يا عوزاء فاصبري لا أريد أن أتزوج بهذا الضال اطمئني اطمئني لن تتزوجي سوى إنسان مؤمن إني أخاف على مهدي من أبي ماذا؟ علمت أنه لم يشارك في حرق القرية إنه معنا وخلال أيام سنكون كلنا خارج المدينة وهل سأكون معكم يا أجينة؟ إن شاء الله هيا سأنصرف الآن لا تتركوني وحدي اطمئني يا عوزاء ماذا تقول يا سراجي؟ لمصلحتنا كلنا أن يتزوج كنعان من هوزاء وإن راحة هيبتي كرمتي إذا فعلت هذا سأدعم أنا نوحاً ماذا تقول يا سامق؟ تدعم نوحاً نعم أحضر له الأخشاب وأجعله يبني سفينته لهذه الدرجة أنت تحب هوزاء هل تريد لابن نوح الفقير أن ينتصر على السامق؟ لا هذا لن يكون هذا هذيان هذيان لم أتوقع أن أسمعه منك أبداً أنا أفعل أي شيء إذن هوزاء لك وأنت لها يا سامق ومتى يكون الزواج يا أمير؟ أعذ للزواج عدته ونحن معك يا سامق خلال أيام يكون عرصنا ليس أمامنا أي اختيار غير أن نتبع ما اتفقنا عليه مع شائك ولكن هل رحلة الذهاب والعودة بالأخشاب آمنة؟ لا أعرف يا حام ولكن أجينة أكدت أنها تعلم كل صغيرة وكبيرة عن الطريق إذا عادوا بالأخشاب سنعود لمعركة جديدة مع السراجي والسامق لا سنجحز مخازن سرية لإخفاء الأخشاب ونخرج منها ما نشاء دون أن يظهر هذا لأعدائنا إنها مرحلة خطيرة سوف نمر بها أي عمل يغير وجه التاريخ لا بد فيه من تضحيات شائك لقد أعلنوا موعد العرص لا تهتم كثيرا يا مهدي ماذا تقول؟ هوزاء ستكون معنا في رحلتنا وكيف سيحدث ذلك؟ لابد أن نضع خطة لخطف هوزاء إما من قصر السراجي أو أثناء العرص إنها فتاة مؤمنة على دين نبي الله نوح لن نتركها وحيدة لا تقلق ولكن اقتحام القصر أمر مستحيل يا شائك لدينا طرق كثيرة لذلك يا مهدي قلت لك لا تقلق الآن وقد أحرقنا المدينة كلها لم يعد أمامك يا نوح غير أن تستسلم لأمرنا وتعبد آلهتنا لقد انتهيت أنت وفزت أنا أيام قليلة وسوف يكون أولادي وزوجاتهم وأولادهم عبادا للآلهة لقد هزمناك يا نوح لقد هزمناك أيها الزوج الضال هزمناك هزمناك إلى الأبد عاش نوح في معاناة حقيقية مع قومه ولكنه لم يمل أبدا من الدعوة إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وظهر قارون في الأحداث وكان كل يوم يذهب فيه إلى فرعون يمر بموكبه من أمام عبيد بني إسرائيل ويتباهى بزينته أمامهم ووقع كثير منهم في حب الدنيا وتمنى أن يكون قارونا آخر ابتعدوا أفسحوا الطريق أيها العبيد لموكب مولايا قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون من ذهب وغنا إنه لذو حظ عظيم إن لديه ذهبا لا يعد ولا يحصى ويلكم ثواب الله خير وأبقى لمن آمن وعمل صالحا إن الذهب زائل وإن الله باقي هذه هي مفاتيح خزائني إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة لقد سرق الجنود كلما ادخرناه من نقود وذهب إصبري وسيجزين الله أجرنا أما زلت تؤمن بإله موسى إن الله حق وموسى نبي من عند الله لماذا عاد؟ كنا من غيره في أحسن حال أتسمين العبودية والعمل تحت إمرة فرعون أحسن حال؟ لقد كنت أحمل صخوري بصمت وأرفعها إلى المعابد وكان الجنود يضربونني عندما أتريث قليلا كي أستريح ولكنهم الآن يضربوننا دون أي ذنب ما سكي يا امرأة إن نصر الله قريب إن موقف موسى صعب هذا يفعل أمام فرعون وجنوده لا لا يا ولدي لا تقف أمامه تعال معي حتى لا يراك الجنود اتركيني يا أمه اتركيني لا لن أتركك تعال معي اتركيني يا أمه اتركيني يا ليتني قارون يا ليتني فرعون إن فرعون يملك نصف ذهب الأرض والنصف الآخر يملكه قارون وموسى لا يملك شيئا موسى لا يملك شيئا لقد أعطتهم آلهتهم كل شيء حتى نحن أعطتنا لهم وجاء موسى ليخلصنا من آلهتهم فوقعنا في العبودية أكثر موسى موسى ما أجمل وجهي حين يكسوه الذهب ما أجمل وجهي حين يكسوه الذهب من أجمل مني في هذا العالم من الذي يملك ذهبا بهذه الكمية يا لحظك السعيد يا قارون وظل موسى يدعو الناس في كل وقت وفي كل حين وكان يقول لهم إن قارون طاغ وإن ذهبه سوف يسلسل به يوم القيامة لأنه لا يعطي منه للفقراء وسيحشر هو وفرعون في الدرك الأسفل من النار مع الجبابرة والطغاة وكان منهم من يستمع وكان منهم من لا يستمع له سيدي قارون إن الفقراء في مصر كثيرون ويحتاجون للمساعدة ساعدهم ساعدهم يا مولاي حتى يبارك الله لك في مالك ألا يأكلون ويشربون؟ ألا ينامون تحت أسقف بيوتهم التي تحميهم من البرد والمطر؟ إنهم يأكلون الفتات ولا يجدون ما يغطيهم في الشتاء فليعملوا لأبد أن يعملوا لقد عملت أنا وكونت ثروة فليعملوا حتى يغطنوا إنهم إنهم يعملون ليل نهار ولكنك تعرف أن فرعون لا يعطيهم ما يكفيهم وتريدوني أنا أن أعطيهم؟ نعم فالقد من الله عليك بالغنى من الله علي؟ أتريد أن تقول لي إن الله هو من أعطاني كل هذا الزهب؟ هو من أغناني؟ إن الله يعطي كل شيء أيها الرجل الخرف إن ذهب ذهبي وإنما أتيته على علم عندي ليس لله يد في هذا أستغفر الله المهل مهل الله ولله مراث السماوات والأرض ابتغي الظاهر الآخرة التي أعدها الله للمتقين أعطي الفقراء من مالك حتى يديمه الله عليه إن المال فتنة ولا يفتنك الشيطان به آه أراك تتحدث بلسان موسى هل آمنت به أنت الآخر؟ إن موسى ساحر ويجب أن يقتل وإن تحدثت بمثل هذا الحديث مرة أخرى لأعقبنك عقابا شديدا أغرب عن وجهي أغرب ما زال موسى يدعو العبيد إلى الصبر والقوة حتى يأتي يوم الخلاص لقد هزمني هو والسحرة أمامهم السحرة نالوا جزاءهم وبقيت جزاء موسى بعزة فرعون لن أدعى هذا اليوم يأتي سأجعل جنودي يهلكون العبيد قبل هذا اليوم ومن هو موسى حتى يقف أمامنا ويقوي العبيد علينا؟ إنه عبد فقير ليس له قوة ولا حيلة لن يهدأ لي بال حتى أن تقم من موسى كان يجب قتل موسى منذ ولادته دع الانتقام لي إن موسى مشهور عند قومه بالطهر والنقاء ولكنه كذلك فعلا هذا ما تتصوره أنت وقومه وهذا ما سأبينه له ولقومه دعها تدخل انصرفوا الآن قرون قرون لقد طال شوقي إليك وأنا أيضا أشتاق إليك أكثر منك ولكن فلنؤجل الاشتراق إلى يوم آخر أما اليوم فأنا أريدك فيما هو أكبر أي وجد أكبر من عشقي لك نعم عشق فرعون فرعون نعم كنا نتحدث عنك البارحة وفيما كنتما تتحدثين قلنا ليس لهذا الأمر إلا أنت وما هو الأمر موسى بن عمران وما يزال موسى بن عمران يدعو قومه ليلا ونهارا لدين الله وما زال العبيد يجادلون ويسألون فلتدعو ربك يا موسى أن يعطينا ذهبا مثل ما أعطى قارون إذا ملكنا الذهب فسنكون أقوياء ويعيد موسى قوله ويقول لهم إن الذهب زائل وإن الله هو الباقي وإن القوة لله جميعا وإن الله هو الغني وما نحن إلا فقراء أمام الله لقد اشتد أزر فرعون بقارون وأصبح يدا بياد ضدنا أوهن يا موسى كم أنت رائع اليوم وأنت تقف تعذو الناس وتكلمهم عن دين ربك وكم كنت رائعا كذلك أمس عندما كنت نائما في أحضان لا تتعجبوا فهذه هي الحقيقة أعذرني يا موسى ولكنني يجب أن أعرف هؤلاء العبيد من أنت إنهم عبيد حائرون قد سحرتهم بكلامك كما سحرتني بكلامك وجسدك المفتول هيا 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 فلتخلع هذا الثوب لقد أصبني الملل منه هيا قل لهم من أنت أكنت تواعد هذه الساقطة يا موسى أتنهان عن الفحشاء والمنكر وتفعلهما أنت قل لنا من أنت لا والله إن من مثل موسى لا يفعل هذا مطلقا إنها امرأة كافرة وتريد لنا الكفر جميعا وتقدم موسى من المرأة البغي ونظر في عينيها بعمق وسألها لماذا تتهمه بتهمة لم يفعلها وقال لها عما سيلاقيه العبد الذي يرمي الناس بالباطل من عذاب يوم القيامة وكيف سيقف أمام الله بعد أن كذب ولكن إذا تاب العبد وقال الصدق فسيغفر الله له ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ما هذا الذي يقوله موسى إنني أسمع هذا الكلام لأول مرة إنني أبحث عن المغفرة من فرعون وقارون بأعطاء جسدي لهم بينما يتقبلها رب موسى بالتوبة والعمل الصالح من أنت بحق الألهة؟ من أنت يا موسى؟ قال لها موسى إنني عبد الله آتاني الكتاب واجعلني نبيا لكم كي أخرجكم من الظلمات إلى النور الله الله الذي خلق كل شيء الله الباقي والكل يزود أنت رسول الله حق فالتدعو رب أن يغفر لي سابحني يا موسى سامحني أن قارون هو من أمرني أن أفعل هذا لقد أعطني الزهب كي أرميك بتهمة باطلة حتى ينفض من حولك العبيد وهنا رفع موسى يديه إلى السماء وحمض الله على أنه أظهر الحقيقة وهلل العبيد بسعادة لموسى بعد أن عرفوا الحقيقة لقد نصرك الله يا موسى وأظهر الحق إنك مثال للطهر والنقاء النصر لرب موسى 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 بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ها أنت ذا بعثت له إحدى غوانيك لترميه بتهمة كي تشوه صورته أمام العبيد كي ينفض من حوله وها هي ذي آمنت به وأصبحت من أتباعه الذين كفروا أكثر بعد هذه الحادثة إن سحره شديد على العبيد ماذا يسقيهم؟ كيف يصدقونه هكذا بسرعة؟ ماذا أفعل معه؟ إنني أقتل العبيد كل يوم وهو يأمرهم بالصبر وما زال منهم من يصدقه إنه يهدد ملكي يوما بعد يوم ويجب أن أتصرف أعطني جنيها ذهبيا باركتك الآلهة إنني جائع منذ البارحة أرجوك أرجوك أعطني جنيها أرجوك أرجوك إني جائع يا موسى منذ البارحة وقارون لا يريد أن يعطيني نقودا كي أشتري بها الطعام إنه جبار في الأرض وأنهض موسى العبد العجوز ثم رفع موسى يديه إلى السماء ودعا على قارون ترجمة نانسي قنقر 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 هل شعرت بالهزة؟ أم هذه الهزة من أثر الخمر؟ شعرت بها يا سيدي إذن فأنت الآخر قد سكرت ما هذا الاهتزاز؟ ما هذا الاهتزاز؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة لم ينفعه ذهبه ولا قوته وأصبح العبيد الذين تمنوا مكانه بالأمس ينفرون منه اليوم وعلموا أن كلام موسى هو الحق بأن الذهب فان والعمل الصالح هو الباقي والله هو الذي يبسط ويقبض وهو الذي يقدر الرزق لا أكاد أصدق ما حدث أتبتلع الأرض قارون بذهبه وملكه كله؟ إنه لشيء عجيب لم أر مثله قبل ذلك كيف انشقت الأرض؟ كيف ابتلعته بهذا الشكل؟ يقول العبيد الذين رأوا الحادث إنهم رأوا فم الأرض وهو يفتح ويبتلع القصر فم؟ وهل للأرض فم؟ إنه من عمل الساحر موسى إنه لساحر عليم ويجب علينا قتل السحرة لأنهم يعيثون في الأرض الفساد نعم يجب أن يقتل موسى أذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وهنا تكلم أحد الرجال المؤمنين مدافعا عن موسى ولماذا نقتل موسى؟ ألي أنه قال ربي الله وجاءنا بالبهينات إنه كاذب إن يكن كاذبا فسيقع عليه كذبه وإن يكن صادقا يصبكم بعض الذي وعدكم به إن الله لا يهدي من هو مصرف كذاب إني أشتم سحرة موسى عليك يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا كما جاء لقارون لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وإن كان موسى رسولا فأنا إله هل ما جاء به موسى هو البينات؟ نعم ومن لم يؤمن به فسوف ينال أشد العذاب من الله وهل سيعذبنا الله إن لم نؤمن بموسى؟ نعم كما عذب أقواما من قبلكم ألا تتذكرون يوم الأعزاب؟ مثل دأب قوم نوح وقوم عاد وثمود ومن بعدهم؟ وما الله يريد ظلما للعباد؟ وهل نحن نظلم أنفسنا إن لم نؤمن به؟ نعم وسيجيء يوم القيامة يوم تفرون من ذنوبكم ولن تجدوا أحدا يشفع لكم عند الله إن ميتم وأنتم كافرون ومن ذا الذي يضله الله ويهديه عبد إذن فالهداية في كلام موسى؟ نعم كما كانت الهداية في كلام يوسف وبعد أن مات قلتم لن يبعث الله رسولا وها هو قد بعث برسول لا تجادلوا في آيات الله بغير السلطان حتى لا يغضب علينا ويضبع الكفر على قلب كل متكبر جبار يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد ولكن فرعون يقول إنه يعرف سبيل الرشاد ولو اتخذنا إلها غيره سيعذبنا ويقتلنا إن فرعون إلهنا وإلهك ليس لي إله إلا الله يا قوم إني أدعوكم إلى النجاح وتدعونني إلى النار تريدونني أن أكفر بالله وأكون عبدا لفرعون إن فرعون ليست له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وسوف نقف أمام الله جميعا ومعنا فرعون يا قوم لا تسرفوا إن المسرفين هم أصحاب النار إن كلامك يحيرني ولكن قلبي يرتاح إلي لقد قلت لكم الحق أمام الله حتى لا أموت وفي صدري شهادة لم أقلها لكم يجب أن تؤمني بموسى أنت أيضا يا زوجتي إذن ما يتردد في بيوت المصريين صحيح لقد آمنت بموسى لقد أمار الله قلبي بالإيمان يا ويلي يا ويلي أراضيت بإله غير فرعون أيتها الغبية إن فرعون ليس بإله ألم تكن تعبده؟ كنت على الضلال حينها بل أنت في الضلال الآن عد عما في رأسك من أفكار بحق فرعون حتى تنجو بحياتك إني أريد الحياة الآخرة للحياة الدنيا هيا هيا يا زوجتي إشهادي ألا إله إلا الله لا 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 أستطيع فسوف يعرف فرعون ويقتلني هيتها الزوجة الجبانة ماذا تفعل؟ أبحث عن أي شيء من كنز قارون لقد قال موسى إن الله خسف به الأرض هو وذهبه من الجائز أن ينسى رب موسى قطعة من الذهب هنا أو هناك يقول موسى إن الله لن ينسى ولكن فرعون ينسى وهل فرعون إله؟ وإن كان إلها كيف يترك صاحبه قارون لتخسف به الأرض هكذا؟ يقول موسى إن فرعون عبد لله مثلنا وإنه لا إله إلا الله وبعد ما رأيت ما فعله الله في قارون أقول أنا كذلك لا إله إلا الله هيا إنهض واسمع كلام موسى واتق الله فيه يجب أن يقتل هذا الرجل ولكن في قتله مسألة عظيمة إنه يدعو رجال ونساء دولتي لكي يؤمنوا بموسى لقد جعل موسى منه تابعا له في قصري ينشر دعوته يجب إذن أن نبعد هذا الرجل حتى لا يصيبنا منه ضرر واتفق فرعون معهم على الرجل ودبروا له المكيدة ولكن الله حماه ووقاه سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب وفاضت مياه النيل وغرقت مصر في الفيضان في يوم وليلة ترجمة نانسي قنقر اللهم نجينا من الفيضان اللهم لا تغرقنا فينا وهون علينا إنك أنت الرحمن الرحيم هل توقف الفيضان؟ ليس بعد يا مولاتي إنه فيضان عارم وقد أغرق مصر كلها وماذا عن المياه التي تغرق القصر؟ ما زلنا نرفعها عن القصر ولكنها تأتي بغزارة وتعلو أكثر أغربي عن وجهي أغربي عن وجهي هل سأظل محبوسة في هذه الغرفة كثيرا؟ من أين أتت كل هذه المياه؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحاول رجال فرعون أن يسدوا ماء الفيضان ولكنهم لم يفلحوا وعلم موسى أن الفيضان هو غضب من الله على فرعون وقومه وقرر أن يذهب لهم ويخبرهم بالأمر أهلا بأنبياء الله بماذا جئتموني هذه المرة؟ وطلب موسى من فرعون أن يترك العبيد كي يخرجهم موسى من مصر حتى ينتهي الفيضان وأن هذا غضب من الله عليهم غضب من الله؟ أم فعل سحر من أفعالك؟ كنت أحسب أن الآلهة قد غضبت مني ولكن بعدما قلته الآن علمت أنه عمل سحر صادر منك مهما تأتنا به من آية يا موسى فلن نؤمن لك أتريد أن تقول إن إلهك فعل هذا من أجل مجموعة من العبيد الذين لا ثمن لهم؟ إن حججك أيها الساحر واهية وتفتقد إلى المنطق وإذا خرجت أنت من مصر سيعود الرخاء لنا جميعا إنك شؤم علينا هيا اغربها عن وجوهنا هيا فرعون فرعون اسمع كلام موسى فهو يقول الحق إنه غضب من الله علينا أترك له العبيد ليخرج بهم من مصر وسيرفع الله الغضب عننا غضب إنه غضب ولكنه غضب من الطبيعة كم جاء على مصر من فيضان وماذا بعد؟ لقد دمرت بياه الفيضان محاصيلنا وهدمت بيوتنا إن لها أسابيع عديدة ولم يتوقف النيل عن الفيض إن الحديث يثار في أروقة مصر بأن موسى هو من وراء كل ذلك حقا؟ ويقولون إنه أنزل سحره على ماء النيل فجعله يفيض علينا عندي حل وما هو؟ سأخبر موسى أنه لو أذهب عنا الفيضان لنؤمنن به ولنرسلن معه العبيد ولماذا نقول ذلك؟ حتى نعلم هل هو الذي وراء هذا الفيضان أم أنه فيضان من الطبيعة؟ موسى يا موسى يا أيها الساحر أدع لنا ربك لإن نجانا من هذا الطفان لنؤمنن بك ولنرسلن معك بني إسرائيل وصدقهم موسى ودع الله أن يكشف عنهم العذاب فتقبل الله دعاء موسى ومنع الفيضان عنهم وعادت الأرض كما هي واستقامت وأنبتت الزرع موسى 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 وطلب منه موسى أن ينفذ ما وعاده به إصبر يا موسى حتى تتعافى البلاد قليلا أتريد أن تتركنا في هذه الظروف وتأخذ العبيد وأنت تعلم أنهم من يزرعون ويحصدون وابنون انتظر قليلا انتظر لأجل خطرنا وصدق موسى الرجل وانتظر مده وعادت البلاد إلى سابق عهدها قبل الفيضان وانصلح حال البلاد كما كان قبل الفيضان موسى أين الوعد الذي وعدوك به يا موسى؟ لقد طالت المدة وذهب موسى مرة أخرى إلى الرجل بعد أن فاتت أيام كثيرة بعد أول مقابلة معها انتظر يا موسى لما العجلة؟ أسبوع واحد فقط وسنترك لك العبيد إن موسى يطلب منا أن ننفذ وعدانا الذي وعدناه به لقد صدق أنني سأترك له العبيد كي يخرج بهم من مصر يا له من عبد غبي يظن أننا صدقنا أن الطفان كان غضبا من ربه وقد سرى هذا الحديث في أرجاء مصر وقد صدقه الكثير من المصريين لا تترك له العبيد فقد ذهب الفيضان ولن يعود لن أترك له العبيد وسأخبره بالحقيقة إن جاء إلي أسيا بالله عليك يا فرعون أترك العبيد لموسى أتقسمين علي بإله موسى؟ إنه إلهنا جميعا أترك العبيد لموسى كي ننعم بالأمان أتركيني أنت وعبيدي واخذ موسى وابتعد عني إن لم تترك لموسى العبيد كما وعدته فسوف ينزل علينا غضب آخر من الله إن لم أكن أحبك لقتلتك على ما تقولينه لي من أمر موسى لأنني أحبك أنا الأخرى أفيقي من سحر موسى بل أفيق أنت من سحر الشيطان لن أترك لموسى العبيد وسوف ترين أنه لن يحدث شيء آخر وعندها ستدفعين ثمن إيمانك به ترجمة نانسي قنقر لنرى ماذا سيقول فرعون ورجاله لموسى وهارون هذه المرة وهل تصدق أننا صدقنا أنك الذي دعوت ربك فأذهب عنا الطوفان لقد كان فيضانا عاديا وما أكثر فيضانات مصر تأتي وتذهب من تلقاء نفسها هيا أيها الساحر عد إلى ربك فلن نرسل معك العبيد ولن نؤمن لك ماذا قال لك فرعون وملأه هل سيتركوننا نذهب معكم تحدث أخبرانا لماذا لا تتحدث هل نقض عهدهم معكم هل سنظل في هذه العبودية إلى الأبد لقد كذبوا عليك يا موسى أنت وهارون يا لكما من سذج وغضب موسى من فرعون وآله بعدما نكثوا عهدهم معه ودعا ربه أن يجازيهم بما عملوا فصلت الله عليهم الجراد ماذا تقول؟ اشتركوا في القناة لقد هاجم الجراد علينا من السماء وهبط على الأراضي الزراعية وأكل الثمار اللعنة عليك يا موسى إن موسى أرسل الجراد علينا ابتعدي 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 اشتركوا في القناة فأكلت الأخضر واليهبس وفرغت السوامع من القمح وفرغت المخازن من الخضروات والفاكهة وباتت المجاعة على أعتاب قصر فرعون اشتركوا في القناة موسى مرة أخرى ولكنني لن أستسلم له ماذا يريد موسى منه؟ ألا يتوقف عن أعمال الشحر هذه؟ لقد أرسل علينا أسراب الجراد بعد أن قضنا معه العهد لا عهد لموسى معنا أريد منكم أن تحاربوا الجراد في كل مكان وتنتهوا منه في أسرع وقت اشتركوا في القناة إلى متى سنبقى هكذا؟ إن بقي الجراد عدة أيام أخرى فسنفقد محصول العام بأكمله وسوف يجوع قومك أترك العبيد لموسى ونفذ ما وعدته به يا لك من شقي يا فرعون ترجمة نانسي قنقر يجب أن نجد حلاً لهذا الجراد إن ظل على ذلك فلن نجد شيئاً نأكله إنه جراد جائع لعيم يأكل الثمار في ثوان معدودة لقد أتلف حديقتي وأصبحت خاوية اللعنة عليه من جراد إن جنودي يطاردونه في كل مكان ويقتلونه ولكنه لا ينتهي أنقذنا يا فرعون من هذا العذاب ماذا أفعل؟ إن موسى موسى مرة أخرى لقد طلدت منه عندما جاء الفيضان أن يدوى ربه أن يزيع هذا الطفان فدع ربه فأذهب الطفان لقد كان من عمله إنه ساحر نطلب منه هذه المرة أن يدوى ربه ليزيح الجراد لن يستطيع ربه أن يزيح الجراد فلنطلب منه أن يدعوه ونرد ولكن كيف سيصدقك موسى بعد أن قط عهدك معه؟ اتركوه لي وسوف أجعله يدعو ربه ho irgendwo موسى يا موسى يا موسى يا موسى كم أزارنا م بايش في علاج ورحون من وهو ما يا موسى ازارنا هتوسل إليك يا موسى أن تنقذنا من هذا العذاب هنستطيع التحمل أكثر من هذا ليس لنا طاقة بهذا العذاب هدع لنا ربك أن يخرجنا من هذا العذاب ونخرجنا هذه المرة أعلم أننا نقض نعهدنا معك قبل ذلك ولكني أقسم لك بإلهك إننا سنوفي بعهدنا هذه المرة موسى إن لك قلب رحيم ولن يرضيك أن يموت أولاد جوحا وصدقه موسى لعل الرجل يقول الصدق هذه المرة ويرسل معه بني إسرائيل ورفع أديه عاليا إلى السماء ودعا ربه أن يزيح عنهم العذاب واستجاب الله له وأزاح الجرهات إن الجرادة قد ذهب بعد أن دعموا صربه إنه لن رجل غريب إن سحره يجعله يسخر الطبيعة تسخيرا كاملا يجب أن نحتاط كي نكون مستعدين إذا فعل شيئا آخر وهل لديه حيال أخرى؟ نحن لا نعلم مدى قوة سحره لقد جعلنا نقتل خيرة سخرتنا بعد أن وقعوا في سحره ولو كانوا معنا الآن لرحمونا من سحره إنه يعرف تماما ما يفعله إنه شديد المكر والدهر ولكنني وراءه حتى تكون الغلبة ليه موسى، هارون، أهلا بكم في بيتي وطلب موسى من الرجل تنفيذ ما وعد به ولما العجلة يا موسى؟ انتظر قليلا حتى نرى الحب في الأرض وتطرح الثمار هتريد أن تتركنا بدون طعام وتأخذ العبيد وطرخل؟ هل يرضيك هذا يا نبي الله؟ وانتظر موسى وأخبر العبيد بما حدث وأمر موسى العبيد أن يجتهدوا أكثر في العمل ويزرعوا الأراضي حتى تطرح الثمار كي يخرج بهم من مصر لن يتركنا فرعون نخرج بعد أن نبدر الحب وتنضج الثمار لقد وعدوكما قبلا ولم ينفذوا وعداهم وأمرهم موسى بإبداء حسن النية والصبر لعلهم يصدقون هذه المرة ترجمة نانسي قنقر فرحت الأرض القمح والخضروات والفاكهة وحصدها العبيد وما يزال العبيد عبيدا وما تزال القسوة كما هي من جنود فرعون على العبيد تحركوا أيها العبيد الكسالة هيذهب يا موسى إليهم واطلب منهم أن يتركون نخرج معك ها هو وقت الحصاد قد مر وامتلأت مخازينهم بالقمح والأرز والبقول لقد وعدوك بعد الحصاد أن يتركون نخرج ولم يفعلوا لقد أفضعتمون من أين خرجتما أيها الرجلان وطلب موسى من الرجال أن ينفذوا وعدهم ولكنهم ماطلوه وحاوروه انتظر قليلا حتى نركب أمورنا لما بعد رحيل العبيد وانتظر موسى قليلا وما يزال العبيد عبيدا وما تزال القسوة كما هي من جنود فرعون على العبيد تحركوا أيها العبيد الكسالة موسى موسى أخرج إليها موسى إلى متى نتحمل هذا العذاب؟ لقد مات أبي وعلامات الضرب على جسده متى تخرجنا من مصر؟ إن دماءنا في رقبتك إنهم يماطلونك ولن يتركون لك افعل شيئا افعل شيئا بحق إلهك وتأثر موسى من منظر الأب المقتول والابن المفجوع على والده وذهب موسى وهارون إلى فرعون وطلب من فرعون أن يخلي سبيل العبيد أنني أخاف على العبيد منك ومن سحرك يا موسى إنك ستأخذهم وتسخرهم لأعمال سحرك أغرب عن وجهي أيها السحران وحزن موسى وهارون بعد أن نكث فرعون ورجاله العهد للمرة الثانية وخرجا غاطبين وماذا بعد أن نكثنا العهد للمرة الثانية؟ لا داعي للقلق فقد ذهب الفيضان واختفت أسراب الجراد إني أخاف أن يصحرنا مرة ثالثة إنه ساحر عليم لا تخاف أنا معكم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد أن خرج موسى وهارون من قصر فرعون دعا موسى على فرعون وقومه للمرة الثالثة دعا الله أن يذل فرعون وآله مرة أخرى فاستجاب الله لدعوته وأنزل صخته وغضبه على فرعون وآله للمرة الثالثة وفي هذه المرة أنزل عليهم القمل وأدخله في بيوتهم ليمتص دماءهم ترجمة نانسي قيادا شكرا ما هذا؟ من أين جاءت هذه الدماء؟ ما هذه القملة الكريهة؟ ما هذه الحشرات الكريهة؟ من أين جاءت؟ أيها الجنود؟ أيها الجنود؟ اللعنة اللعنة على هذا القمل إنه لا ينتهي لا ينتهي لقد دخل جسدي لقد امتص دمائي وماذا سنفعل مع القم لهذا؟ إنها إحدى ألاعيب موسى إن ألاعيبه لا تنتهي كنت أعلم أنه سوف يأتي بفعل جديد إن زوجتي وأولادي قد أصابتهم الأمراض الجلدية وقد صارت العدوى في البلاد جميعاً يجب أن نوقف موسى عن هذه الأعمال سنتحمل ما يفعله من سحر حتى إذا أنهى حيله إن كشف أمام الشعب جميعاً افعلوا شيئاً لقتل هذا القم للعين ألا تجد علاجاً لهذا المرض العين؟ إن كل التركبات والدهانات لا تفعل شيئاً مع هذه الالتهابات صحيح، فكيف للدهان أن يشفي عمل الساحر موسى؟ إن الأمراض الجلدية انتشرت بين الجنود الغريب أنها لا تصيب عبيد بني إسرائيل مع العلم بأن هذا المرض ينتقل من ملامسة شخص للآخر والجنود يختلطون مع العبيد ولا يحدث للعبيد شيء كيف يصيبهم المرض وموسى معهم؟ اللعنة على هذا المرض؟ إنه لم يترك في جسدي شبراً إلا وأكل فيه؟ إنه مرض غريب، لقد نقله القمل لنا إن هذا كله من سحر موسى إنني، إنني لا أنام الليلة من كثرة الحك في جسدي إن القمل يملأ بيتي وملابسي أقدمت الصدمي وأصبح دولة أقدر على العمل متى الخلاص من هذا العذاب؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ألم تصبك الأمراض؟ لا، ولا يوجد قمل في حجرتي وكيف ذلك؟ آه، إن موسى لم يصب عليك سحرة إلى متى ستظل تقول موسى ساحر؟ إلى متى ستلفق له التهم؟ حتى يتركنا لحالنا إن لم تترك العبيد لموسى فسيقضي عليك القمل أنت ودولتك لن يقدر علينا قمل موسى وستكون لي الغلبة وسترين موسى وهو يجث أمامي على ركبتيه ويطلب مني الصفحة والمغفرة على ما يفعله بنا تباً لموسى تباً لموسى إنه يسخر كل شيء ضدنا وكالعادة اجتمع فرعون مع رجال دولته ليحلوا أمر هذا القمل ولكن لا حل للقمل إلا الذهاب لموسى وذهب الرجل الذي واعد موسى قبل ذلك مع بعض رجال الدولة إلى موسى 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 يا موسى موسى أرجوك أضع ربك ليخفف عنا هذا العذاب نحن لم نأخل العهد هذه المرة إن فرعون كان سيتركهم لك ولكن جاء القمل وامتص دماءنا وأضغطنا فأرجع فرعون أمر العبيد حتى نسترد صحتنا أليس كذلك أيها الرجلان؟ بلى يا موسى هده ربك ليزيح القمل عنا وعندما تعود لنا الصحة انظر ماذا سيفعل فرعون مع العبيد؟ وصدقهم موسى الطيب ودع الله أن يزيح العذاب عن آل فرعون واستجاب الله لدعوة موسى وأزاح العذاب عنهم واسترد فرعون ورجال دولته عافيتهم وشفوا من الأمراض الجلدية وعادت أيام الرخاء عليهم مرة أخرى وعاد جنود فرعون إلى إذلال العبيد من بني إسرائيل ونسوا ما حدث لهم أهلا بكما، تفضلا، تفضلا، تفضلا وطلب موسى وهارون من الرجل أن ينفذ الوعد انتظر قليلا، إن جلودنا ما زالت ملتهبة ولا نقدر الآن على شيء انتظر حتى يكتمل شفاؤنا وبعدها نرسل معكم العبيد وانتظر موسى حتى يشفى المصريون تماما وصدق أنهم لم يشفوا تماما وذهب إلى العبيد كي يأمرهم بالصبر والسلوان إنهم لينوون تركنا، لقد تم شفاؤهم تماما وعادت صحتهم إلى سابق عهدها سيظلون يماطلونك ويماطلونك حتى تستسلم لهم وإني لا أشك أنك ستستسلم يا موسى في النهاية لن نأمن شر موسى، إنه دائما يأتي إلي ويطلب أن نترك له العبيد وماذا تقول له؟ مثل كل مرة أماطل وأماطل حسن ماطل حتى يصيبه اليأس ولكنه عندما يأس يرسل علينا آيات العذاب لن يستطيع أن يرسل علينا شيئا آخر إنني أتركه يخرج كل ما عنده حتى يضعف هو أراد محاربتي، فليتحمل ما يحدث له ومكث العبيد في العذاب وكانوا يشكون لموسى وطلبوا منه أن يذهب إلى فرعون وملئه حتى ينفذ الوعد الذي نكثوه للمرة الثالثة وذهب موسى وهارون إلى فرعون بعد أن ماطله رجال فرعون أكثر من مرة وماذا تبقى في جعبتك أيها الساحر هذه المرة؟ أستخرج لنا الأموات لكي يحاربونا؟ أم ستحجب ضوء الشمس عنا؟ لم يعد في جعبتك شيء ونحن عادت لنا صحاتنا وقوتنا ونستطيع الصمود أمامك هيا أخرج لتريانا ما ستأتين به هذه المرة وخرج موسى غضان أسفا مما فعله معه فرعون وبعدما سخر منه وأعلمه أنه لن يترك له العبيد ودعى موسى ربه أن ينزل العذاب على قوم فرعون واستجاب له ربه وأنزل العذاب للمرة الرابعة على قوم فرعون وهذه المرة أنزل عليهم عذابا جديدا بشكل جديد